كون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف وذلك المنهج ليس بوضعي ولا اجتهادي منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه السلاة والسلام هو المنهج الذي عناه النبي عليه السلاة والسلام عندما قال للصحابة تركتكم على بيضاء نقية ذلك هو المنهج ذكر السلفية مع الأخوانجية والتبليغية خطأ خطأ كبير ما هي النسبة؟ عندما خطى النبي عليه السلاة والسلام خطا مستقيم وخطى خطوطا ألا ترون إن هذا الخط المستقيم هو السلفية وتلك الخطوط هي الجماعات المتفرقة والمتفرعة هذا هو الواقع ينبغي أن تفهموا الحقائق لا يجوز ذكر السلفية مع هذه الجماعات هذه السلفية أما السلفيون نسبة إلى السلف نهن نعتز ونحمد الله أننا سلفيون ولسنا بسلف ولكننا سلفيون السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك وإذا جئت بعدهم وخالفتهم فأنت خلفي وإن وافقتهم فأنت سلفي أي متبعوا للسلف إفهموا الحقائق الخلف أو الخلف من خالف من سبقه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الشلاح خلف القرآن سماهم خلف أولاء الخلف لأنهم خالفوا من سبقهم في عكيدتهم وسلوكهم أتلك عليهم خلف وخلف أما من جاء بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي أي منسوب إليه تبعون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف وذلك المنهج ليس بوضعي ولا اجتهادي منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو المنهج الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة تركتكم على بيضاء نقية ذلك هو المنهج ذكر السلفية ما الأخوانجية والتبليغية خطأ خطأ كبير إيش النسبة عندما خطى النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيم وخطى خطوطا ألا ترون إن هذا الخط المستقيم هو السلفية وتلك الخطوط هي الجماعات المتفرقة والمتفرعة هذا هو الواقع ينبغي أن تفهموا الحقائق لا يجوز ذكر السلفية مع هذه الجماعات هذه السلفية أما السلفيون نسبة إلى السلف نهن نعتز ونحمد الله أننا سلفيون ولسنا بسلف ولكننا سلفيون السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك وإذا جئت بعدهم وخالفتهم فأنت خلفي وإن وافقتهم فأنت سلفيون أي متبعوا للسلف إفهموا الحقائق الخلف أو الخلف من خالف من سبقه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الشلاء خلف القرآن سماهم خلف أولاء الخلف لأنهم خالفوا من سبقهم في عكيدتهم وسلوكهم أطلق عليهم خلف وخلف أما من جاء بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي أي منسوب إليه أطلقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف وذلك المنهج ليس بوضعي ولا اجتهادي منهج مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو المنهج الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة تركتكم على بيضاء نقية ذلك هو المنهج ذكر السلفية مع الأخوانجية والتبليغية خطأ خطأ كبير إيش النسبة عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيم وخط فطوطا ألا ترون إن هذا الخط المستقيم هو السلفية وتلك القطوط هي الجماعات المتفرقة والمتفرعة هذا هو الواقع ينبغي أن تفهموا الحقائق لا يجوز ذكر السلفية مع هذه الجماعات هذه السلفية أما السلفيون نسبة إلى السلف نهن نعتز ونحمد الله أننا سلفيون ولسنا بسلف ولكننا سلفيون السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك وإذا جئت بعدهم وخالفتهم فأنت خلفي وإن وافقتهم فأنت سلفي أي متبع للسلف إفهم الحقائق الخلف أو الخلف من خالف من سبقه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الشلاة خلف القرآن سمهم خلف أولئك الخلف لأنهم خالفوا من سبقهم في عكيدتهم وسلوكهم أتلك عليهم خلف وخلف أما من جاء بعد من سبقهم ووافقهم وتبعهم فإنه سلفي أي منسوب إليه